ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير؟ نهاردة هنتكلم على اكتر الابراج المحظوظة كتير خلال شهر نوفمبر لعام 2021 طيب احنا عندنا في شهر نوفمبر في احداث كتيرة وتغيرات من حركات الكواكب جدا جدا بتأثر على الابراج بشكل عام وكمان في كده بعض الابراج اللي بيكون عندها مراكز حلوة شكل حلو كتير في تقدم في اسرار في قوة في حظ مدعم لكم كتير سواء حظ انتو بتجلبو لنفسكم او الحركات وتأثيرات الكواكب بالنسبة لك بتديلك انت الحظ ده طيب احنا عندنا مجموعة كبيرة من الابراج على قد على فكرة ما فيه ابراج لازم تكون عندها حذر شديد اوي 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 خلال الشهر ده يعني الشهر ده بالنسبة لنا عندنا ابراج فيها حظ وفير كتير في مجموعة كبيرة من امورهم الحياتية وكمان عندنا ابراج تانية بيبقى عندها لازم تكون حذرة اوي 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 في لقات مختلفة فده نبقى نتكلم عنه بعدين لكن خلينا نتكلم على نص الحلو واكتر الابراج المحظوظة طبعا الشمس هتكون موجودة عند برج العرب وتأثيرات الكواكب كلها بتكون دعمة لبرج العرب بعد يوم ستة في الشهرة طيب برج العرب اول حاجة يعني انت عندك نوع من انواع التقدم وعندك نوع من انواع الاخبار السارة في الامور المهنية عندك كمان ان انت قادر على التعويض بشكل هايل جدا جدا وكمان من الناحية العاطفية انت متواصل اكتر مع الناس اللي حواليك وده بيخليك ان انت تكون على علاقة ريبة بالجنس الاخر وتبقى مرغوب فيك بالزيادة ويبقى فيه علاقة عاطفية يعني نقدر نقول مبروك لاصحاب برج العرب مقدما فيه خلال الشهر ده بيحصل فيه علاقة توطيد لعلاقات عاطفية فيه اجواء عاطفية لذيذة كتير حتى كمان نسب الرجوع للماضي بتزيد معانا جدا جدا طيب بالنسبة للامور المهنية انت عندك فيه خطوة ايجابية وتقدم هاي الكتير بالنسبة لنا الامور المهنية فيها اجواء جديدة في حياتك فيها عمل جديد فيها عرض جديد فيها شغل جديد فيها ان انت بتحاول تثبت نفسك اكتر فاذا عندك كمان تقدم هاي بشكل كبير جدا الادواء مصلطة عليك وده بيخليك ان انت عندك ثقة في النفس متزايدة اه محسود ده ما فيهاش مفر لا مفر من ذلك الى ان انت عندك بالفعل الادواء مصلطة عليك وده بيدي لك ثقة في النفس وانت شخص بتحب كثير ان الادواء تكون مصلطة عليك يا برج العرب او تكون مصلطة عليك كمان احنا عندنا نوع من انواع التحديات اللي كنا بنقيم نفسنا فيها الى ان تقيامها هيكون عالي جدا 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 بالنسبة لك وده هيخلي عندك قدر عالي امام الاخرين يعني اللي انت عارف فكرة اللي علي على اعداء العمل كذا والان بقى عشان تخاف ان كذا دي تحصل ولو ما تحصلش فتلاها تحصل فهو بقى حظ درب معك فاذا انت عندك الاجواء دي كتير اذا البرج الاول من ضمن الاخبار او من ضمن الابراج اللي عندهم حظ وفير هو برج العرب اكيد اما بقى البرج التاني هو برج الميزان بتستكمل معاك مسيرة ايجابية ولكن بحظ متوافر اكتر لان طبعا كان تراجع عطارت في شهر اكتوبر كان مضيع مننا جزء جبير من الايجابيات ولكن احنا عندنا في خلال شهر نوفمبر اصلا من اوله لاخره انت هيكون عندك تقدم هاي الكتير اولا في النواحي المهنية يعني عندك فيه الامور المهنية نوع من انواع التقدم الهاي الكتير فيه فلوس جايالك فيه مكاسب قضائية فيه انتصار في امر ما فيه ان انت بتحصل على مكافأة مالية فيه ان انت بتشتغل في عمل اضافي او مكان جديد ولكن براتب اعلى وبراتب احسن او افضل فاذا النواحي المالية بالنسبة لك فيها استقرار قوي جدا بل ممكن يكون فيه وفرة فيه عامل الاستثمار لو بتشتغل في حاجة استثمارية فيكون عندك نجاح قوي 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 وعندك ضربة حظ قوية كتير بتخلي الحاجة مقرشة بتبقى بقرشين وثلاثة مفيش قروج بس هما بيقولوا المثل كده فاذا انت عندك النقطة دي كتير طيب كمان مش ده وبس انت عندك كمان ان انت قادر تثبت نفسك في مكان قوي جدا جدا قادر ان انت تحصل على ما تريد ده يعني انت عندك خطط كده عايز تعمل كذا وكذا وبتنحر قلبك بتنحر قلبك في حاجة معينة او بتحرق قلبك يعني في حاجة معينة الى ان انت بتقدر توصل ليه الشيء اللي انت عايزه بتقدر توصل ليه الحاجة اللي انت بتحارب عليها جدا جدا فإذا برضو ده من ضمن تحقيق الأمنيات فإنت عندك أمنيات مجابة بالنسبة لك وفيه استقرار عاطفي هاي الكتير فيه جو بدأ يكون أهدى المسئوليات خفت عليك كان عندك مسئوليات كتير لأنها خفت عليك يا برج الميزان أما بقى بالنسبة ليه البرج الثالث وهو برج العزراء التلاتة اللي هم عكس بقى يعني وراء بعض من ناحية من وراء كده القدام عقرب ميزان عزراء طيب برج العزراء انت عندك فيه تقدم هاي الكتير جدا جدا فيه الشأن العاطفي بالأخص وخاصة برضو من بعد يوم ستة يعني انت من بعد يوم ستة بيحصل فيه نحنا نقولك مبروك فيه زواج فيه علاقة بالتم فيه ان انت بعض الخلافات العاطفية إلى انها بتزول وبيحصل فيها استكمال بيحصل فيها جو لزيز كتير من الأمور العاطفية قادر اقولك ان انت بتتفوق جدا جدا لو انت مرتبط اصلا بالأبراج الترابية سواء جدي او سور او لو انت مرتبط بالعقرب او مرتبط بالبرج السرطان برضو الحد شوية بس يعني الأبراج المائية والأبراج الترابية قادر اقولك ان انت يبقى عندك محظوظ كتير لو انت كنت على خلاف معهم لقى يحصل فيه تصالح بشكل ايجابي كتير فاذا يا برج العزراء انت عندك فيه تصالح عاطفي او بداية عاطفية جديدة يعني مش جديدة يعني جديدة يعني بتصالح بوضع افضل يعني زاد ان انت عندك تواصل جيد ما بينك وما بين الاخرين يعني بتكون اقرب للناس اللي حواليك بتحاول ان انت يبقى ليك اصدقاء كتير فيه اشخاص كتير بيدعموك جدا جدا وهيكون عندك جرأة في التعامل مع الاخرين ده بالنسبة لأصحاب برج العزراء اما بقى بالنسبة ليه البرج اللي بعد كده هو برج السرطان برج السرطان انت عندك فيه فرحة تخص اولادك كتير او فيه حاجة انت كنت الان من هوا بشدة جدا جدا الى انها بقت بالنسبة لك سهلة او بالنسبة لك لا فيها خبر بامان يعني بتطمن على حاجة كنت الان على احد الاولاد بسبب امر معين لا بتطمن عليهم فيه عندك بدايات حلوة تصالحات جيدة كتير عندك ان انت بتسمع اخبار جيدة بتسمع اشياء مسيرة بالنسبة لك من الناحية الايجابية ما كنتش تتوقع ايجابية الامر ده فاذا انت عندك افراح متعددة خلال الشهر ده عندك ان انت مدعوم كتير عندك اخبار صار جدا عندك افراح لها علاقة بامور صحية يعني انت عندك كان فيه مشاكل صحية او بعض الاخبار الصحية اللي مش لطيفة الى ان انت بتسمع خبر صحيح يعني ممكن تكون بتجري بعض التحاليل تلاقي ان التحاليل بتاعتك ايجابية لا ما فيهاش حاجة يعني فعندك اللي هو الجو ده كلمة ايجابية وسلبية بتختلف في التحاليل احيانا كلمة ايجابة دي بتوجع عالب ناس كتير برضو المهم يعني فالهوم الاخر هتفرح يعني فيها فرحة فيها ان انت مبسوط بمشكلة صحية انتهت او بحاجة مش مقفى عندك ده يعني طيب بالنسبة ده ليك يا برج السرطان فاذا افراح متعددة على الامور العائلية والحاجة التانية امور صحية اما بقى بالنسبة وده من ضمن الاخبار السرطانة كمان لان انت عندك في راحة نفسية لان الشمس بتدعمك كتير وكمان الشمس بتدعمك وكمان بالنسبة لك المريخ بيدعمك بتديلك نوع من انواع الطاقة لان المريخ هيكون موجود برضو في برج العرب كمان بالنسبة لتأثيرات اه كوكب عطارد هيكون من يوم ستة في برج العرب لا ده انت متهني يعني وكمان كوكب الزهرة من بعد يوم ستة يبقى موجود في برج الجدي يعني بيخرج المشاكسات والجو ده لامور عاطفية جيدة يعني طبعا بس انا بتكلم على ابرز الحاجات اللي بخلينا ان احنا نكون عندنا الاكثر حظ طبعا الوضع العاطفية هكلمكم بتوضيح اكتر مين بقى لدنيا بالنسبة لنا اما بقى بالنسبة لبرج الجدي فانت صراحة لو انا ما هعمل توقعات الاكثر ابراجة في حظ في العاطفة فهقول برج الجدي على فكرة اه ويبقى من المرتبة الاولانية يعني برج الجدي انت من اكثر الناس حظ بسبب تأثيرات العاطفة وكمان بالنسبة لك بسبب تأثيرات ليها علاقة بشأن قوي كتير من التواصل ما بينك وما بين الاخرين وعلاقات صداقة بتكون وطيدة وبتعرف اشخاص كتير عندك زيارات حلوة عندك ان انت في ظل الزيارات والتواصل ده بيكون في اخبار سارة بتلاقيها سواء مثلا حد بيجيب لك عرض مهني سواء انت بتلاقي حب من خلال التواصل ده ومن خلال الاصدقاء الجداد كمان بالنسبة لك ان انت بتعرف خبرات الاخرين يعني بتتعلم منهم بتسمع نصايحهم بتعرف موقف زي كده ممكن اخد قرار فيه عمل ازاي بنتعلم منهم حاجات معينة فاذا انت عندك ده بيكون من ضمن الاشياء اللي هي اللي فيها حظ بالنسبة لك زي ده ان انت مدعوم كتير يا بورج الجدي شايف ان الشهر ده على فكرة هيكون افضل من الشهر اللي وراه يعني شهر نوفمبر احلى من ديسمبر بالنسبة لك وكمان شهر نوفمبر احلى من اكتوبر بالنسبة لك فاذا هو شهر بالنسبة لي انا ان اقدر اقولك ان انت من ضمن او من اكتر الابراج المحظوظة يا بورج الجدي عارفة انك تعبت كتير ولكن جي وقت تعويدك اما بقى بالنسبة لاصحاب بورج الجوزاء بورج الجوزاء هو البرج السادس من اكثر الابراج حظ بورج الجوزاء انت عندك فيه حظ حلو كتير او انت مدعوم جدا جدا وده بسبب ان انت عندك خطوات جديدة وبدايات مهمة وكمان استكمال اشياء انت استوقفتها يعني حاجة انت كنت ماكملتهاش او حاجة ليها علاقة بعروض ما تمتش ما حصلتش لسه اخبار لسه مجرد خبر مش حقيقة الى ان بتبقى حاجة حقيقية زاد ان انت عندك انتصار على اعدائك وانتصار على اشخاص حسودين او حقودين او غلويين والغل بيصنع كوارثة ولكن انت بيكون عندك ان انت بتقدر تنتصر على الاشخاص دي انت بالنسبة لك كمان ان انت منتصر قوي على في الامور العاطفية يعني انت فيه قوة فيه تميز بالنسبة لك كبير جدا برج الجوزاء انت عندك فيه ان الخطوات او فيه كتير من الناس اللي بتاخد خطوات ضدك بتصبه في مصلحتك يعني عارف زي بالزبط اللي بيحفر لك حفرة او هو اللي وايع فيها بل بالعكس انت بتتقدم بيها فاذا دي برضو انا بشوفها انها بتخلي ان يكون الشخص من اكثر الابراك حظ ان انت كنت هتوقع لا بتقوم فدي دي حظوص حلوة كتير طيب ده بالنسبة لاصحاب برج الجوزاء انا كنت مستكفى ان انا اتكلم على ست ابراج هما الاكثر حظ فيه خلال شهر نوفمبر ولكن انا لو حطيت برج تاني ممكن اقول برج الحمل لان برج الحمل انت عندك برضو الشهر ده هيكون افضل من الشهر اللي فات من ان هو نهاية للمعاكسات بدايات جديدة تصالحات مع النفس وتصالحات مع الشريك بتقدر تاخد خطوات بالفعل جدية قوايا جدا جدا ليك شايف ان هو يبقى يعني يعني هيبقى شهر احسن من قبله بالنسبة لك لكن مش احسن من اللي بعده يعني انت اواخر اواخر نوفمبر اقول لك انت من اكتر الابرق حظ جدا جدا عمد اخر الفترة بتاعت عشر تيام كده من شهر نوفمبر انت محظوظ فيهم كتير جدا عمد انا بشكركم جدا بتمنى كتير ان كل الابرق تكون محظوظة بتمنى كتير ان كل الابرق تكون واخدى بالها من من فيديوهات النصيح اللي هنعملها عشان تقدر ان انت تملك الحظ المتكامل عليك ان انت تعرف كده بعض التحذيرات البسيطة ان احنا لو خلينا بلا منها مش هنقع فيها باشكركم كتير وبحبكم جدا ما تنسوش والعايك وشيروك في قناة تفعيل الجرس سلام